عهد ابو ظبي نائب القائد العام لقوات المسلحة بدولة الامارات مصر والامارات كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية بيقدموا نموذج مثالي للتعاون البناء بين البلدين مصر والامارات في اوج وفي اكثر الفترات ازدهارا في العلاقات ايضا على المستوى التنسيق سواء الامني او الاستراتيجي او الاقتصادي هناك مشاريع كبرى استثمارية الامارات الحاجة بتعمل فيها وفي يعني يعني تقريبا اللي عمل دبي واللي عمل ابو ظبي هما المصريين في السبعينات لكن اللي حصل ان احنا اتأخرنا وتقهقرنا وعودنا للخلف دور ودبي وابو ظبي تقدموا بالعلم وبالتكنولوجيا وبالادارة اما مدينة ابو ظبي اما تاخد تقريبا افضل مدينة قدة سنوات متتالية في منطقة اسيا واما يبقى هناك نموذج للادارة في كل حاجة من اول المرور يعني انا اتمامنا وانا بروح كتير ابو ظبي ان احنا حتى في نظام الشباك الواحد في نظام انك ازاي طلع رخصة ازاي المرور في الشوارع ازاي حتى سيستم النظافة قدروا يتقدموا جدا لانه في نظام والجميع سواسية امامه احنا شفنا في بعض اشارات المرور كان الشيخ محمد بن زايد نفسه بقى في اشارة المرور مستمي زي الناس بيروح مطاقن زي الناس الادارة في وقت من الادارة كانت ادارة اوروبية لكن اللي خطط والنفذ حتى مينة دبي وجبل علي كان هم المصريين الان هناك فيه تعاون من اجل تطوير منطقة او محر قناة السويس والمناطق اللوجستية برأس مال اماراتي وعربي ومصري ومستفيدا من الخبرة الاماراتية في منطقة المواني التجارية بالذات الشيخ محمد بن زايد الحقيقة قال انه في كل مرة بيجي مصر بيشعر بالامن والاستقرار وبيشعر بانه فيه تنمية شاملة وفيه مشاريع من اجل التنمية الشاملة بتتم على ارض الواقع واسنى جدا على القرارات الاخيرة للرئيس السيسي المتحدث الرئاسة قال ايضا انه الشيخ محمد بن زايد اكتر مسؤول سياسي عربي بيزور القاهرة ويتمتع بحب شديد من الشعب المصري قاتب بطن عايز اروح لخبر نبا اعتبره الحقيقة النهاردة قنبلة هو خبر القبض على رئيس حي الهرى احنا كسكان منطقة الجيزة نشأنا في هزي المنطقة وواحد دي يذكره كتير اوي في منطقة الجيزة والهرم